ديوم تابعي قناة الأهلي في كل مكان مستمرين معاكم ولقاءات ما بعد مباراة للدحيل وبداية الاستعداد كمان على هامش مران اليوم الأول للأهلي استعدادا لمباراة باير ميونيخ معايا في هذه اللحظات مستر بيتسو موسيمانيا مدير الفاني للنادي الأهلي وأيضا دكتور عمر محبا القوان بعمل الترجمة مستر بيتسو في البداية طبعا براحب بيك وببارك لك على الفوز الإلهام جدا وفي كأس العالم الأندية على فريق الدحيل شكرا شكرا نعم 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 نحن حقا نحن متعاق ببداية فعلا من المشارة لأيضا لتحقق لكن فنحن نعرف على الجزء بشكل جيد من المشارع في البداية ومع لتعلم جيد لأنه كان من المشارع دول حيك بشكر وفان ذلك كان موتش مهم وكان فوز مهم وكان فيه حاجات كويسة كتير برغم طبعا فيه حاجات لازم فيه حاجات فيه حاجات يعني فوز فيها تصليحات انصححة بس من بصر الجنب الإيجابي كان ماتش يعملنا ماتش كويس خاصة في الشوت الأولاني وكان فيه الجون كويس أجلو الشحي الجون حلو وكسب من باره أصعب لحظات المبرأة من وجهة نظره في الشوت التاني تحديدا وازاي قدر نوم يستطيع التعامل معها في ظل القدرات الفانية الكبيرة عند فريق اللحيل الكاتر قدروا فقط معها في أسرحات كنت جميعا كنت جميعا بكثير من الخلق لأنه مجرد أن نعرف نفس المبدافع في نفسها وفي ذلك لن نتقل قدروا فتحيني في الثلاثة من الأولى لن نتقل قدروا فتحيني أمني أنه هناك الكثير من جدا لكن لا نتقل قدر بكثيرا من خلقك أغلبتك لقف كامل لكننا وقفتنا نبعد نحن لم يساعدني أن تمتع المقاجرات لأنهم لتباعدون في كلمات لكنه مانا ، فوطبال لديها نفسه حقا وفوطبال لديها نفسه وفوطبال لديها نفسه و مهمة ما هو مهم مهمة هو أن نتعرض على الأشياء وأصدقنا وعندما لقد هم هنا ماذا نريد إلعان؟ قلنانا أنه س наконец السميها للطراق جميعا تلك أي شخص إذا كنت تقلقنا صعبة ما تقولون الله أيضا يعلمون بالطراق يمكنك أن يفعل المطار كلجم يفعل المطار والعضاء رئيسانية اعتداء لذلك نفعل المطار لكننا ليس الوحيدين ونقومون من الناس وليس أنه لا يتم المطار لا أعطي لك وفرح أن أتحدث ويقول الحديث خمرك في حاجات سلبية خاصة في الوقات الأخية في الدهيال الأخية الأخير عشر ده الباص ما كانش مظلوط كان طويل شوية وكنناش بنقفل كان فيه آآ آآ سابين مساحات خلطتها في الناحية اليمين وكنناش بنقفل كان هما الضحيل باللعاب وبيعملوا لونج باس وبيعملوا كروسات نحن كناش بنقفل كروس فكان فيه مشكلة بس قدرنا الحمد للهاتب المباراة وانا مش هزمع اتكلم بس عن الحاجات السلبية فهو ده اتكلم عن الحاجات الايجابية هما الضحيل برضو لو بصوا حيلاقوا حاجات سلبية عملوها في هداءهم فأفود نقل بص للحاجات الباز والنجا هتفل الحاجات الايجابية والسلبية فريق كوريا برضو وكل فرق اللعبت أكيد عندهم أشياء سلبية بس الهدف الأساسي ما جينا هنا قولنا عزين نيجا شايتأهل النصف النهائي والنهاردة اتأهلنا النصف النهائي فدي حاجة أجبنا نحتفل بده ونحتفي به أكتر من التكلم عن حاجات السلبية الحاجات السلبية حنصلحها بعد كده آآ قبل المبارا جايه نصف النهائي مواجهة خاصة جدا مع بطل أوروبا وأفضل فريق في العالم وبيضم أفضل لعبين في العالم كيف س هل ستتعامل مع هذه المباراة ووعل الكلام اللي انت حتقوله للعابتك قبل المبارا جبيرا زيدي؟ فهي نعود اليوم لذلك يجب علينا فرشيء عن التعبين لكن لا يمكنك التعب بيع على البيان لكي تحرق التقديم لديهم خلالفين يجب عليهم الإجتماعي ويجب عليهم أي مدنشة سيطويا لذلك يجب عليك أن تتحدث عن الكثير من الأشياء يجب أنع نعرفة لسيطة المحاولون كيف يمتلون السيطة السيطرة ويوجد المعارضة المعلومة هذا يجب أن تشعر من المستطيع أن تكون تفهمين انك قلت بها بين الأنجابين كما تماما بها بين الأنجابين بين الكثيرين البعضين يشعرون يظهر على تحديل راسي على الفيديات كما كانت النقدره في المحاولين لدينا المنحدة من المنيين كما يجلل لذلك نعمل محلقة لجيزهم الاناليزون الشرعيات توجد ما بين الترباني لذلك علي التعليقات في ناستيقات الطعام بذلك نعمل هذا النموان لذلك نعمل على ذلك ونعمل على التعليقات ه يجب أن يحاولين تنظر كما يحاولون بشكل نحاول نتستعرون من حتى نحن نفهم أي نحن لا نتعلم لا يجب أن تبعيب الأنافق ولذلك هي لتركة معجزة وتعطي ما من الأخير الآن وليس في الشعب والمسيخ على الهواء لذلك نجة نفهم عن وجود ولكن نجاح 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 لكي يمكن أن يكونوا على المبارد، وإن شاء الله الله إلا إن شاء الله من الموضوع الذي كان يجب أن أخذ هذا ولكن نحن جذب في المسائل الأهمية، لقد أننا سرينا هذا هو مكان هناك لا يوجد أي شامل على الجميع على الأفريق الذي سيقول أنه لا يريد أن فريقنا لقد أننا نحن المعاون الفيديو زلم النقاط المسائل الأول في أهمية أي شخص، أي شخص، أي شخص و أي استعمال أي شخص، يريد أن يكون من أجل ألياً، ويوجد أحياناً تكون حول الألواني الآن، ويوجد أين نحن. هذا ما نريد ، هناك كريتسيزم، هناك كريتسيزم، ايسألها، إنه بخير، إنه ممتاز ، نحن نحق، نحن نقوم بعمل، نحن 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 نحن، حسن؟ لكن أيضاً باسلوانا لقد محقاً في 82. نعم، كذلك، كذلك؟ هو كلم كتير قوي فهنا حاول بقى أن أخصل لقيله هو بيقول طبعاً أداتي ما بدأش حاجة سألته الإعداد لماتش باي المنوخ أنا حسناً ما بدأناش النهاردة بنعمل زي فك وزي ستاشفة من ماتش مبارح وبنشتغل إسئابات الخفيفة اللي حصلت لكن بلازم باي المنوخ هبته نشتغل من نهاردة بالليل عادةً ماتش زي باي المنوخ مش محتاج تعمل حاجة كتير لأن الموضوع مش خطط لعب وشغل مدرب لا فيه فيه التقاط فردية وفيه مهارات لعبين بشكل كبير دي بموك بتحسن فأنت مهما زاكرت ومهما اشتغلت مش كفاية بس أنت برضو إحنا بطريقتنا مثلاً مع الفريق القطري كناك حفظنا لعيبة بتاعاتنا مثلاً محمد هانيا للعيب البرازيل بيلعب معاه بيلعب اليمين وعيب الشمال بيلعب الآن رجلي وجهه إزاي يتحرك إزاي المساحات يشتغل إزاي يعني حفظنا حتى راس الحربة اللي هو الانجا الكيني قلنا السرد بيكات بتاعنا يتعاملوا معها إزاي تقل تحفظ تشتغل الأفراد إحنا بنعمل إلا مع باير المونيخ بس مش محتاجين نصدع نفسنا قوي بالكلام ده لأنه مش فقط الحتة الخططية هم عندهم مهارات فردية لو إحنا فكرنا بباير المونيخ وحسبنا حساب جامد قوي مش هننام لأن دي فرقة لسه كسب لها برشلونة تمانية اتنين قريب وكان ميسي في الملعب يعني لو حتحسبها بالولاء والألم مش هديك إحنا كان هدفنا لوصل الدورة بالنهية وأعتقد أننا وصلنا وحققنا الهدف فإحنا حنلعب وحنعد المتش بس حنعده بالمعقول من غير ضغط أعصاب جامد علينا عشان في الآخر دي كوية قدم يعني مش بس فرقة كبيرة زي دي مش بس قطة لا دي مهارات لعبين ودول أفضل لعبين في العالم دي أفضل فرقة داتي في أوروبا ومن أفضل فرقة في العالم